يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون السلام عليكم رمضان 2023 إنه رأب الحمد لله لقد كانت الكثير من المتحدث في رمضان لقد كانت صورة عظيمة على سبيل عندما كانت كثيرا وعندتين من المفيدة كانت برقاء وعندتين من الميزيدة وقد كانت الكثير من المسجد سكار، بريز، باستوى كل شيء كان ماشاء الله وقد كانت الكثير من المتحدث عنه بعد عصر فإن شكي الله الله يفتح بها شايخ عبد الغفاري تراويح وملو في أولا 20 نights of Ramadan فعليا الواليين التهجد الحمد لله كان سيدًا لنا اجتبار رمضان ومع الله يدعنا الى رمضان تقبل الله من الله وكبره الحمد لله هذا رمضان بمعادل قبل الغفاري زاتيشا الله معا لقد جمعتها قليل ماشق بالباق الحمد لله ومع الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وريح أخوة نحن بمضاعنا نحن بمضاعنا لا تطاقبوا لا تأكل ملوك الله ورحمة الله وبركاته ثم كيف قد قد تكافتمت تكافتم للجميع؟ طيب بالتكافت المنظم ولكن... الله أعلم وgetب فريم كانت بنيفشي. كانت بنيفشي. كانت بنيفشي. كانت بنيفشي. كانت بنيفشي. عندما تتيب في المسجد لتنبعه في عبادة كل ما يجب عليك أن تتكلم على عبادة. لن تقوم بإبعادة الله بإبعادة. أمين رحمة الرحيم we left our dars in المد شيخ رحمه وتعالى he says وَالْمَدُ أَصْلِيٌ وَفَرْعِيٌ لَهُ وَصَمِّ أَوَّلًا طَبِعِيًا وَهُ he says in the previous lesson he says المد المد is divided into two categories أصلي وَفَرْعِيٌ وَصَمِّ أَوَّلًا he says they've called the first one طَبِعِي وَصَمِّ أَوَّلًا وَصَمِّ أَوَّلًا طَبِعِي وَصَمِّ أَوَّلًا طَبِعِي he says وَالْمَدُ أَصْلِيٌ وَفَرْعِيٌ وَصَمِّ أَوَّلًا طَبِعِي so مَدُ أَصْلِيٌ is the original مَد which you prolong only for four seconds or two seconds long طَبِعِي two seconds long وَالْمَدُ أَصْلِيٌ وَفَرْعِيٌ لَهُ وَصَمِّ أَوَّلًا طَبِعِي ويجب أن تضيف حروف المد حروف المد ويجب أن نكون لدينا با 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 ثم نكون بو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حال رمضان دار السلام؟ جيد جيد أحب المناسبة التراويح والتهجد الصفية الإمام محي وثيرته ورحمة الله بالمناسبةً چشهر إبارة تفاو تحليل أحب المناسبةً احب المناسبةً أحب المناسبة الترجمة ورحمة السلام ورحمة ر trava ورحمة الناس ورحمة المناسبة اشتركوا في القناة مباشر شكرا ومعنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سمع الله لمن حميده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وديها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف الأقلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ترجمة نانسي قنقر